يقول ما هي الضوابط الشرعية لاستقدام الخادمات وما حكم الخادمة التي تكشف وجهها بين كفيرها وأبنائه الضوابط أول شيء الخادمة لا تستقدم إلا عند الضرورة هذا شرط يكون ذلك عند الضرورة التي لا بد منها أما اللي يجيب خادمات من باب المباهات أو من باب الرفاهية أو مجارات الآخرين وهما عليهم حاجة هذا ما يجوز لما في استقدام الخادمات من الخطورة الشرط الثاني أن يقدم معها محرمها